اهلا بكم الى الجزء الثاني من مسائية دي دابليو ونناقش فيه في ظل التصعيد في الشرق الاوسط وفد سعودي رفيع يلتقي كبار المسؤولين في باكستان وحديث عن بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين فهل يتجه الطرفان فعلا نحو تشكيل تحالف استراتيجي؟ في سياق اقليمي ودولي معقد للغاية بحث وفد سعودي رفيع برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع كبار المسؤولين في باكستان وعلى رأسهم رئيس الوزراء شهباز شريف بحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين من وجهة نظر مختلفة وبينما كشف الوفدان بزوغ فجر حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين بشر شريف بنهاية عزلة باكستان وفي ذلك ستساهم فيما يبدو الشراكة الاستراتيجية المرتقبة بين إسلام أباد والرياض فما علاقة الزيارة بالتوتر المتفاقم بين إيران وإسرائيل وما موقف باكستان من التطور المتسارع في علاقات عدوتها الهند بالسعودية وأي دور يلعبه البرنامج النووي الباكستاني في محرك الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والذي اشتغل للتو لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها معنا من الرياض العميد حسن ظافر الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي ومن إسلام أباد الأستاذ هيثم ناصر الكاتب الصحفي والبحث السياسي أستاذ هيثم تأتي الزيارة كما أشرت إلى ذلك في سياق توتر غير مسبوق في المنطقة بين إيران وإسرائيل هل ترى في ذلك أي ترابط؟ نعم بالطبع هناك ترابط وإن لم يكن هو العامل الرئيسي في اللقاءات بين المسؤولين الباكستانيين والسعوديين شاهدنا كان هناك زيارة لقائد الجيش الباكستاني خلال الأيام الأولى من شهر رمضان وزيارة لشهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني إلى السعودية في الأيام الأخيرة من رمضان ومن بعدها جاءت زيارة زي الخارجية السعودي هناك تبادل في الزيارات بين البلدين وكان هناك إعلان مسبق حول هذه الزيارة وحول التعاون في موضوع الاستثمارات حتى خلال الفترة الأخيرة من الحكومة السابقة لشهباز شريف قبل عقد الانتخابات واستلام السلطة من الحكومة الانتقالية خلال فترة الانتخابات لذلك هناك ترابط ولكنه ليس العامل الرئيسي هناك علاقات جيدة بين البلدين تطلعان إلى تعزيز هذه العلاقات العداوة بين باكستان وإسرائيل تحفز باكستان على القيام بأدوار أكبر في هذه المرحلة سواء على المستوى السياسي أو على محاولة المساعدة في تشكيل تحالفات مناوئة لتحالف تعتبره باكستان خطرا عليها وهو المتمثل بتحالف إسرائيل مع الهند طيب إذن أستاذ ضافر الشهري أي دور ستلعبه شراكة مع السعودية في فك العزلة عن باكستان كما بشر بذلك رئيس وزرائها شهباز شريف شكرا أستاذ أحمد الحيك وحوي ضيقك من باكستان الأستاذ هيتم وحي مشاهدي قناة دي داباليو أهلا بك أستاذ حقيقة العلاقات السعودية الباكستانية قديمة تتطور منذ منتصف القرن الماضي بعد استقلال باكستان عام 47 هي الآن وثيقة وعلى عرضية مشتركة في القضايا الأقليمية والدولية أنا أؤكد على ما ذهب إليه العزيز أستاذ هيتم أن زيارة في هذه المرحلة وإن كان فيها جانب سياسي وأمن استراتيجي في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وباكستان تعتبر الشريك الأول للمكارة السعودية في إطار منظمة التعاون الإسلامي كما مصر الشريك الأول للمكارة السعودية في إطار جامعة الدول العربية وبالتالي في اعتقادي المحور الاقتصادي كان الأهم كان هناك اجتماع مع دولة رئيس وزراء باكستان مع أسموه العهد السعودي في نهاية شهر رمضان وأنا أعتقد أنه يأتي هذا العمل لتسريع تلك التفاهمات التي حصلت بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان والوقت الرئيسي الكبير الذي يرافق سموزير الخارجية السعودي إلى إسلام أباد يعكس أهمية الزيارة وأنها باتجاهها وخطوطها العريضة العامة هي اقتصادية للاستثمار وباكستان تسعى لاستثمار من المملكة العربية السعودية في باكستان ومجالات كثيرة في الزراعة وفي الطاقة وفي التعديل وفي أمور أخرى ولكن أيضا لا يمكن أن نلغي الجانب السياسي والسعودي وباكستان تبقي عينا على مثل هذه الأمور وحلاقات المملكة العربية السعودية مع باكستان قادرة على أن تحدث فارغ في البيئة وفي ظل التصعيد وأن تساهم في تخفيف حدة تصعيد في هذه المرحلة كما أرى لكن بأي شكل تريد سواء السعودية أو باكستان الحفاظ على التوازنات وسؤال لك أستاذ هيثم ذكرت قبل قليل بأن إسلام تريد أن تقوم بأي شيء لخلق توازن ما مع ذلك التحالف الذي يقلقها كثيرا بين إسرائيل والهند كذلك العلاقات بين السعودية والهند تطورت كثيرا وكان ذلك سبب خلافات بين البلدين عندما ضمت الهند منطقة في كشمير ولاية جامو وكشمير المتنزع عليها مع باكستان نأت حينها السعودية بنفسها ولم تستجب إلى مطلب للخارج الباكستاني بإذانة الضم الهندي ما تأثير هذه النقطة تحديدا على أي شراكة بين البلدين نعم أعتقد أن هناك خلط بين موقفين حدث خلال السنوات الأخيرة موقف السعودية من احتلال الهند لجامو وكشمير كما أعلم منذ عام 48 هو يدين احتلال الهند لمنطقة جامو وكشمير ما حصل في 2019 هو تعديل في الدستور الهندي يعطي الحق للأشخاص من أصول هندوسية أو من غير المقيمين أصلا في جامو وكشمير بالدخول إلى جامو وكشمير وتغيير طبيعتها الديمقرافية هذا الموقف أو هذا الحدث أو التطور لم تتخذ السعودية مواقف حازمة منه وهذا ما أزعج باكستان لفترة إلى جانب ذلك كان هناك خلاف خلال فترة عمران خان أو رئيس الوزراء السابق الباكستاني عمران خان حول الطريقة التي تسعى باكستان من خلالها إلى سداد الديون تجاه السعودية أو التعامل مع عدد من الملفات الثنائية من بينها علاقات إقليمية ودولية الآن الأمور تغيرت إلى حد ما موضوع العلاقات مع الهند لا يزعج باكستان إلى حد توتر مع السعودية ولكنه يدعو باكستان إلى حث السعودية على تعاون أكبر مع باكستان هناك كثير من الدول العربية أو الدول الحليفة أيضاً لباكستان هي تتمتع بعلاقات جيدة مع الهند لكن ما تطالب به باكستان على الأقل من حلفائها في دول الخليج أن تكون العلاقات دائماً مع باكستان أقوى وأن لا تكون العلاقات مع الهند على حساب العلاقات مع باكستان هذا الجانب الجانب الآخر كان هناك تطورات كبيرة خلال الثلاث إلى أربع سنوات الأخيرة كان هناك أزمة كورونا تغير الوضع السياسي في أفغانستان عدد من التطورات غيرت من مواقف البلدين حثت البلدين على مراجعة المواضيع الخلافية والألميل أكثر إلى تعظيم المشترك واحترام الفوارق إن صح التعبير بالتركيز على المصالح المشتركة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود والتعامل مع المناطق أو المساحات التي هناك خيل اختلاف في وجهة النظر حولها بسليب جديدة تحافظ على العلاقات إلى حد كبير طيب في هذا الإطار أستاذ حسن ظافر الشهري أيهما أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للسعودية الهند أم باكستان في اعتقاد أنه في ظل التطور الجديد في المملكة العرب السعودية من إعادة تقييم علاقاتها الخارجية القليميا ودوليا أنا أعتقد أنه سيكون هناك توازن في العلاقات وأنا أتفق مع الزميل وأعلم ذلك كمواطن السعودية أنا موقع المملكة العرب السعودية تجاه قضية جامو كشميل منذ 1948 الآن تهابت ما حدث لاحقا يمكن الوصول إلى حلول المملكة العرب السعودية سعت إلى خفة تخفيف حد التصعيد بين البلدين لأكثر من مرة وبالتالي المملكة قادرة على تحد التوازن بين البلدين نعم الهند دولة مهمة ولكن باكستان روحيا ودينيا وعقائديا أقرب إلى المملكة العرب السعودية كما أدركه كمواطن في مجال السياسة قد تختلف الزاوية قليلا الهند قادمة وقد تكون واحدة من الاقتصاديات الكبرى في العالم ولكن لا أعتقد أنه علاقات الهند مع إسرائيل ستضع الموقف باكستان لديها المملكة العرب السعودية داعي نصين كحليف استراتيجي كدولة عظمى وبالتالي هناك توازنات في المنطقة ما يحدث حاليا وأن نذهب بعيدا أو تركز على المملكة العرب السعودية وكل القيادات الراشدة حول العالم أن نذهب بعيدا عن زعزعة الأمن والاستقرار في القليم وفي العالم وأن نتجه إلى البناء والتنمية والصناعة والتطور وجودة الحياة هذا هو الأهم وبالتالي في اعتقادي أن الرياض وكراتي قادرتان وإن كانت تموت بعض العلاقات بمرض ولكنها لا تموت على الأطلاق البلدان شريكان وعلى قاعدة صلبة جدا منذ زمن وليس من الآن ونحن نعلم ذلك في المملكة العرب السعودية وقد يكون لدينا من المعلومات ما لا يجوز أن يكون مادة علامية وبالتالي العلاقات قوية وستبقى كذلك في المملكة العرب السعودية حريصة وستقوم باستثماراتها إلى تبدأ مرحليا بخمسة مليار ستصل في السنوات القادمة إلى تقريبا خمسة وعشرين مليار دولار في شتى المجالات طيب وإن كان المضي قدما في التنمية يستوجب أيضا قوة عسكرية تحمي مثل هذه الاستراتيجيات ولذلك هناك الملف النووي الذي يشكل أحد أوثق أوجه التعاون بين باكستان والسعودية وقد عاد الحديث عن هذا الملف إلى الواجهة عندما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إذا امتلكت إيران السلاح النووي فإن السعودية ستمتلكه أيضا فما ثقل هذا الملف في ميزان العلاقات بين البلدين نتابع هل تسعى السعودية لامتلاك برنامج نووي عبر باكستان؟ أشارت تقارير إعلامية غربية عدة إلى أن الرياضة تعمل منذ سنوات على مشروع برنامج نووي سري بالتعاون مع باكستان لكن القيادة السعودية لم تنفي كما لم تؤكد ما جاء في هذه التقارير مصادر أمريكية كشفت عن أن المملكة العربية السعودية تواصلت مع حليفتها باكستان للحصول على أسلحة درية جاهزة للاستخدام مع بدء سباق التسلح النووي مع منافستها إيران بحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عام 2015 وفي تصريحات سابقة له أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن الرياضة ستسعى إلى امتلاك ترسانة نووية إذا طورت إيران واحدة منها وهو ما تحدثت عنه أيضا صحيفة جارديان البريطانية التي قالت إن البيت الأبيض يسعى للتوصل إلى اتفاق تعاون نووي مع الرياض مع تنام النفوذ الصيني في الشرق الأوسط لكن في حال حصلت الرياض على الضوء الأخضر الأمريكي ماذا عن موقف إسرائيل؟ ترى صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن سعي إسرائيل إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض قد يدفعها إلى قبول امتلاك السعودية برنامجا نوويا خاصة وأن إسرائيل تتفق والمملكة العربية السعودية في معارضة إيران صحيفة صندي تايمز البريطانية تقول إن الرياضة مولت جانبا كبيرا من البرنامج النووي لباكستان على مدار ثلاثة عقود ماضية لكن الرياضة لم تؤكد تلك المعلومات فأي دور تلعبه باكستان بالنسبة للطموحات النووية السعودية؟ العداء أو الموقف من إيران يجمع الكثير من المواقف المتناقضة في المنطقة أستاذ هيتم بعد تبادل القصف بالصواريخ الباليستية بين إيران وباكستان في يناير الماضي إلى أي مدى يمكن لإسلام بعد الذهاب في التحالف مع الرياض في ظل تهديدات إيران بقصف القواعد الأمريكية في الخليج ومنها الموجودة في السعودية نعم في البداية موضوع التعاون العسكري الباكستاني السعودي ليس جديدا هو ليس مرتبط فقط بالتوترات الأخيرة سواء توترات بسبب المواقف بين إيران وإسرائيل أو التوترات السابقة كانت بين إيران وعدد من الدول العربية بما فيها السعودي بما في فترة من الفترات في العراق وقبل ذلك كان هناك توترات أخرى موضوع التعاون العسكري هو ليس جديدا وبالتالي سيستمر في ظل وجود هذه التوترات في الفترة القادمة لكن ما ورد في تقريركم هو أقرب إلى تكهنات غربية وتكهنات إسرائيلية ليست جديدة ولكنها لا تعتمد على معلومات حقيقية لا من الطرف الباكستاني ولا من الطرف السعودي مسألة تعاون باكستاني سعودي في الملف النووي هي أقرب إلى التكهنات من أجل الضغط على باكستان كما ترى إسلام أباد في تصريحات مسؤوليها حول الملف النووي باكستان لم تعرض أو تقوم بنشاطات لبيع أسلحاتها النووية منذ تأسيس هذا المشروع بالرغم من عدة الاتهامات لكن لم يثبت ذلك بشكل دقيق على باكستان بأنها باعت لأي طرف البدن أطراف هذا من جانب من الجانب الآخر وربما التقرير لم يذكر أن باكستان باعت السعودي سيد هيتام التقرير لم يتطرق إلى أن أو لم يرد في التقرير أن السعودي اشترت أو باكستان باعت ولكن فقط تواصل في هذا الإطار حتى هذا غير ثابت يعني من الغريب أن يذكر التقرير أن هذه المعلومات مذكورة عن مصادر غربية وتقارير غربية ولم يذكرها أي من مسؤولي البلدين ولا حتى على شكل محادثات أو تواصل حول الموضوع فلذلك هذه الأمور ليست جديدة كانت تدعى عن عدد من الدول أنها تعاونت مع باكستان خلال التسعينات وخلال بداية القرن الحالي لذلك لا أعتقد أن أي من هذه التقارير تعتبد على معلومات دقيقة لكن بالمقابل حصول السعودية على غطاء نووي أو على سعي السعودية للحصول على مشروع نووي هو أمر منطقي ومتوقع في ظل وجود مشروع نووي إيراني لكن هل باكستان هي المصدر الوحيد لا أعتقد هناك كثير من الخيارات أمام السعودية وأمام أي دولة تريد أن تطور مشاريع نووية سواء سلمية أو عسكرية وهذا الأمر له تطورات في عدة دول دعني أسمع وجدت ذلك السيد العميد حسن ظافر الشهري ما الحقيقة وما المتخيل فيما ورد في التقرير سيدة العميد فيما تعلق بالتعاون النووي بين باكستان والسعودية وفي حال أردت السعودية كما تعاهد وليع عهدها أي خيارات هي الأفضل أن تذهب لباكستان التي تفيد التقارير بأنها حصلت على تمويل من الرياض في برنامجها النووي أم أن لديها خيارات أخرى لم نستمع لمصدر مسؤول سعودي أو باكستاني وأكد مثل ذلك وبالتالي كل هذه المعلومات كما أشار الأستاذ هيثم إعلامية وربما تختلط فيها الواقع والحقيقة وقد يأتي بعضها إلى الوهم ولكن منها علاقات البلدين استراتيجية وكما ذكرت على أرض صلبة والمملكة العربية السعودية في بداياتها في عام ساوة ربعين شاركت قواتها البحرية البحرية الباكستانية الشقيقة في أول حروب في بحر العرب وبالتالي الأخوة الباكستانية من عسكريين ومستشارين وطباء ومهنيين وخلافهم ملايين من الجائلة الباكستانية الشقيقة موجودون على أرض من الكهرب السعودية ومعززون ومكرمون وعلاقاتنا كما ذكرت هي رقم واحد في محيط عالمنا الإسلامي وبالتالي مثل هذا الأمر ولكن في التقرير أود أن أشير الأمر من الكهرب السعودية لا تنتظر أخضر من زيد أو عبيد لأن البرنامج النووي السلمي حق لكل الدول مباح ومشاعظة من القانون الدولي وبالتالي إذا تطورت الأمور إلى الانتقال من السلمي إلى النووي في إيران فأنا أعتقد لا أكون أكثر وضوحاً ولا صدقاً من سمولي إلى عد السعودية قال سنكون حاضرين في اليوم الثاني ونمتلك السلاح ردع هذا يؤكد ما ورد في التقرير سيد الشهري هو أن هناك مباحثات بين السعودية وباكستان للحصول على صاروخ جاهزة للإطلاق لأنه لا يمكن تطوير صاروخ نووي ما بينه أو خلال يومين كما تفضت هذا ما أرد في التقرير لكنه لم يرد في دينية السياسة السعودية أو الباكستانية وبالتالي نصدق السياسات الخارجية والأمن الاستراتيجي يبقى دائماً تحت السرية وبالتالي اعتقادي أن الجميع لن يلجأ مثل هذا الأمر إلا قدر الله لأنه المالك والطرف الآخر هو الخاسر وبالتالي ما يحدث في المنطقة حالياً الكل يسعى إلى تخفيف حدة التصعيد إيران مع الأسهب بنيت من قبل الغرب ويمن تقوم بزعزعة الأمر والاستقرار في المنطقة باكستان تعرضت لهجوم من إيران وردت بقوة وردت اعتبارها مثل هذا الأمر وبالتالي أنا في اعتقادي أنه المنكرة السعودية نجحت عن طريق الصين إلى تخفيف حدة التصعيد وعدت العلاقات مع إيران وحدث بعض الانفراج كبير جداً ولكن تبقى المنطقة على صفح ساخن وهناك من يدير عبر الخارج المخرج ليس في منطقة الشرق الأوسط طيب بغض النظر عن هوية المخرج للتراجيدي الشرق الأوسط أستاذ هيتم بعيداً عن النووي أين وصلت تعاون العسكري فيما تعلق بالصواريخ الباليستية التي تعتبر نقطة القوة لدى إيران وهذا ظهر أيضاً من خلال قصفها لإسرائيل قبل يومين نعم هناك تعاون بين باكستان والسعودية في عدد من القطاعات لكن لم يعلم لا مؤخراً ولا خلال السنوات الأخيرة عن بيع صواريخ باكستانية لسعودية سعودية تشتري أسلحتها من عدد كبير من دول العالم ومنها أسلحة قادرة للتصدي لأي تهديدات إيرانية ولكن باكستان أيضاً تسعى إلى تطوير عدة برامج من ضمنها برامج الصواريخ من ضمنها برامج الطائرات بدون طيار هناك برنامج باكستاني تحاول من خلاله بيع منتجاتها للدول الصديقة وعدد من الدول العربية وغير العربية أيضاً هناك طائرة F-17 الباكستانية تحاول أيضاً ترويجها بقيت لي أقل من دقيقة أستاذ هيتم أستاذ هيتم وصلت الفكرة بقيت 30 ثانية فقط هناك سعي إسرائيلي لبناء تحالفات بعد القصف الإيراني هل تفضل السعودية أستاذ الشهري الانضواء في هذا التحالف أم أنها ستبني تحالفات مع باكستان وتركيا وما إلى ذلك في 30 ثاني رو سمحت لا أعتقد أنه سيكون هناك تحالف بصفتي كمواطن السعودي في هذا المرحلة التحالفات تبقى مع الدول الصديقة التي لتساوى جميعاً فيها قياماً شكراً جزيلاً لك من الرياضة العميد حسن ظافر الشهري وشكراً لك أيضاً أستاذ هيثم ناصر كنت معنا من إسلام آباد مشاهدين الكرام نهاية المسائية إلى اللقاء